السلام عليكم اعزائي المشاهدين اليوم راح اراويكم شون نسوي برياني على الطريقة العراقية تابعوني راح اخلي كمية زيت بالجدر اخلي البصل مثروم اي نوع بصل عدكم احمر او ابيض احرك البصل بالزيت بس نشوفه يبدو يذبه للبصل مريده ينحمس زايد اضيف عليه عندي هنانا بطاطا مقطعة مكعبات طبعا الكميات كلية تعتمد على الكمية اللي انتو تريدون تسووها يعني ماكو مقدار ثابت انتو ش تفضلون اكثر او اقل تزايدون وتقللون مثل ما انتو تحبون ابقى اقل بالبطاطا والبصل بالزيت احنا اضيف ملعقتين كوب ملح هي بس ملعقة بينات وملعقتين كوب بهارات مشكلة هذه بهارات برياني مشكلة اخذها جاهزة ان شاء الله في اليوم اسوي حلقة بس على مودة نحضر بهارات برياني نقلبها حتى بس نتأكد انه اه توزع الملح والبهارات اه على البطاطا احنا عندي اضيف بازاليا مجمدة اذا اعدكم بازاليا فرش بعد احسن اضيف لها كاثة مي مهواية بس شوية حتى تستوي البطاطا واغطيها ونصي النار يعني تقريبا عشر دقائق او اقل هذه البطاطا استوت عندي دجاجة سالكتها اني مسبقا خلص الهورق غار شوية كذبرة وشوية فلفل اسود لما انت استوي افلسها اخلطها مع الخلطة اللي عندنا طبعا تقدرون تستخدمون دجاجة كاملة تقدرون تستخدمون بس اصدور تقدرون تستخدمون بس افخاذ انتو اللي تحبوا وهذه الخلطة جاهزة نشيلها على صفحة ونشوف اشان راح نسوي الرز عندي اهنانا بجدر خليت كامية زيت مناسبة الاربع اكواب معيارية رز بسمتي بحبة طويلة راح اقلي بيها الشعرية الرز البسمتي هذا يحب شوية زيت حتى ما يطلع ناشف يعني اشقد ما تخلون لا تتصوروا انو صاروا هواية اقلي الشعرية عندي اهنانا شوية كركم وشوية هاي المطحون ودارسي المطحون يعني قرفة وشوية اكثر بهارات برياني مشكلة اقليها بالزيت مع الشعرية تطلع الريحة كلش طيبة ويصير طعم الرز اطيب والرز عندي غاسلته وناقعته مدة نص ساعة او حتى اذا سنقعوا ساعة مو مشكلة لان بزمتي يتحمل واصفي من الماء قبل اضيفه على الشعرية وهذا الرز مثل ما قلت لكم هذي اربع اكواب معيارية اخلي لي اربع ملائق كوب ملح والان راح اضيف اه شربة الدجاج او مي الدجاج اللي سلقت بي اه الدجاجة مسبقا واحركه بس حتى اشوف اه كمية المي كافية لو يحتاج اضيف له اهنان اشوفه قليل فراح احتاج اضيف لبعض مي اضفت له ثلاث كاسات مي اضيفه واحده واشوف اذا يحتاج بعض فاحتاج هاي كاس تين الثالثة ما بينت اخليه على نار عالية يفور الى ان ينشف المي مالته راح اضيف الخلطة وياه اغطي اخليه على نار هادية انا اصطي النار طبعا ضروري كلش اخلي جواه نسميه احنا هادية او هاي الحديدة حتى توزع الحرارة بالتساوي الان راح احضر اللوز والكشميش عندي اللوز هنان استعمله هذا الشرائح اللوز كلش تصير طيبة ومقرمشة اه وطبعا هي جاهزة اسهل من ما نقعد نقشر اللوز ونقطعه شوية زيته احركهم الى ان يصير اللوز ذهبي وهذا الروز عندي صار جاهز لما نشوف البخاري بدي يطلع من عنده اقلبه وهذا البرياني صار عندنا جاهز اكون انا محضرة بيض مسلوق ومقلي حتى اخليه بالوجه طبعا ريحته كلش طيبة وطعمه بعد اطيب جربوا يا ربي يعجبكم وكتبوا لي تعليق وشوفكم ان شاء الله بحلقة جديدة ووصفة جديدة